اشتركوا في القناة لابد ان اكون محاميا ناجحا لابد ان اتبع الآتي قبل اي حال وده سبب عندما تخرجت 85 وجدت قوة ومجد مهدة المحاما وقرمت المحاما اما من بعد الحراسة القضائية عن الله صعيم وجدت بدأ العقد بتاعنا يفهم من عدة اسباب وعدة عوامل قدت الى ضعف مهدة المحاما والمحاما انا جاي مش علشان اقول القانون في ايد حضراتكم والكتب كلها معنا والنهاردة الفضل الله كمان تطور الاساليب العلمية الحديثة النت تضرب على النت المادة اللي انت عايز تبتلقاه او حكم النقد اللي انت عايزه تبتلقاه انا جيت هنا بستاذاب السيد الاستاذ النقيد والاستاذ حسين الجماد سمعين طاعة عشان يعني اوضح لحضراتكم كيف نعود بالمهنة الى ما كانت عليه واحد وقلت البداية تبدأ من حضراتكم لان انتوا يجيوا للمستقبل ونتمنى ونعشى فيكم ان شاء الله تكونوا عند حصن ظهر اولا لابد ان يكون المحاما وهو زي اول ما بيطلع ويذهب خلونا اتكنل كده برضي شوية هترجل شوية بلايش اللغة العربية اول ما اطلع من بيتي وراح محكمتي او راح النيابة لابد ان اكون مرتديا من الزي الرسم او الرداء الخاص بمهدة المحاما والمحامين لانا حاليا افتقدناها كثيرا مع الجلسات اللي بنحضرها في النياب او في المحاكل او في الاسام للاسب باجهل الزملاء يرتدون البنطلون شيرت كوتش يعني انا اقسم بالله اكتر من مرة رؤساء ايامة يتصلوا بيها شخصيا او القيادات الشرطية مش مشكلة طبعا مشين اللي احضرها كنتم احنا اللي شغالين طبعا لسه بداية ايه السبب السبب ان المحامين ممكن يكون حاضر الجلسة بتشيرت منطلون ممكن من الموضة اللي بندول اللي هو ترسل بالرئيس النيابة الكلية وقال يا سلطا عائزك بتاع التربية الرمانية في مشكلة كبيرة روحت المشكلة وجدت المعامي يرتدي منطلون من المقطة اللي هو السمودة الحديث فرئيس النيابة الكلية قال لها لا هذا منظر المحامي فحنا بتقول المادة تاتة وسبعين في قانون المحامات اللي معظمنا ما بغيراش ولا تطلع على قانون المحامات وانا انصحكم ان انتم تدرسوا قانون المحامات جديدا ده بداية المحامة يعني انا خدت الكريه لابد نجيب قانون المحامات واططلع عليه جدل وحفاظه وخاصة بداية بالنص المادة تسعة واربعين حتى المادة تلاتة وسبعين وخص بالزكر تلاتة واربعين وخمسين واربعة وخمسين وستة وقمسين وتلاتة وسبعين يارب تكتبوها قضية ودول هما اللي هبقوا وشغالين معاك في الحالة العملية يعني قانون المحامات ابدأ من المادة تسعة واربعين اشوف بيتقول ايه المادة خمسين بيتقول ايه حتى المادة تلاتة واربعين ايه الخاصة بالزي الرسمي للزي نرجع تاني انا طارق محكمتي او جانستي لابد ان اكون مرتدي الزي الرسمي لابد ان اكون معي الشنطة بتحدي فيها كل مهماتي من الام اما كوني ان انا اذهب للمحكمة او الاسم اما كوني ان انا اذهب لالاسم والنيابة وحدثت مشاكل كتيرا من الزملاء المحامين مع بعض الضفاف او الامنة افراد الحراسات اللي برا الاسم لان هو داخل بيشوفه لابس بدلا ما بيحوش يعني اختك كتير خلاص المحامين بيتجنبه او عارف المحامين ممكن لاتكلم معه يا ايباك المشكلة لكن بقى المشكلة بقى ان يبدأ حتى لو عاد يرخم لو يبدأ يرخم عليه او يبدأ تبقى فرصة لي ان هو يتهكم على السيد المحامي ده بليه ان اجده فرصة ما لا يجب علي ان انا محامي محامي احنا فرسال الكلمة المحامي يعني عارف اللي ليه اللي عليه المحامي بيعلم المحامي ده بتلجأ ليه من كبار القيادات حتى لو رئيس الجمهورية بيلجأ للنحان رئيس اللي هو المستشار اللي بيعط يحكم بيلجأ للنحان برضا تب ليه احنا من نبقاش احنا مثل قدوة هتولي معه الدرسات القضائية اللي زي حضراتهم كده لبداية المعاونية الهيابة بيروحوا مع الدرسات القضائية بشكل ومظهر وسيوك بدنا كنا منتظم منضبط نروح لمعهد مثلا اعداد القادة ضباط سواء شرطة او جيش لا بزيه محترم وجيه مظهر وسلوك طب احنا ليه احنا من باب اولى المحامي مظهر وسلوك كيف الناس تعمل كده انت محامي في المحكمة في النيابة بريس من خلال الريداء بتاعي اللي هو قدت عن المادة تاته وسبعين يجب على المحامي ان يرتدي الرداء الخاص به للأسف الظاهرة انتشرة واحنا انا طلبت السيادة والاستاذ النقيب اكثر من المرة بتفعيل مجالس التقديم لابد ان يكونوا منها كمجلس تقديم ليه؟ ما انت ابتحرجنا وابتحرج النقيب والمجلس فيه خلال المحاميات لابدنا ان احنا نحترهم ونقدرهم ونحقق ما فيه اما كوني ان انا اذهب للأس والنوع انا مركز على الديه بالزارة الظاهرة ممتشرة انا كان يسعيدنا برضو في معدل المحاميات اجد كل ملتزم بالزير الرأسي احتراب لحضاركم الجميعا المحامي مظهر وسلوك تاني المحامي مظهر وسلوك ما انتظرش رئيس ان يبدأ بش احسن مني ولا الاغل احسن مني القضاء بقلقنا في الكواليس يقولنا يعني وخاصة احنا مثلا هلسيت اعرفكم برضو بنفسي لان انا طهراشد رئيس مجل الدفاع والحريات في نقابة محاميين اكتوبر وشبال الجيزة منذ عام 94 وانا بعمل في العمل العام بس حبه وتطور بأساني الزمناء الاعضاء بكون سند معاهم او اكون معاونا معهم لخدمة السادة المهمين يعني احنا طفل ده مفيش حد من الزملاء وانا معلق وخاصة لو معنا بتوع الجيزة في الجيزة في كل مقر انا عامل اعلان اعلان برشدات للسادة المهمين وحطت ارخام تجوفينات بنقول عندي هدوث اي مشكلة معاك في النيابة في القضاء في الاسم التصص لانا بكون عندها والحلم المشكلة بأقصد الطوق وبأسهل المهمة وحطت فيها ارشادات مهمة جدا لابد ان احنا نعمل بيها وبيعوا فيها بعض الزمناء الكبيرة لسازة الكبار عندما استلم مستند اي مستند من اي مؤكد كان مكان منصبه وموقعه لابد ان يعطيني المستند وينضي اصور صورة منه وانضي من وراه ان انا استلمت اهو المستلمت هذا المستند للأستاذ هلال لانتخاذ بجراءة القانوني واقفت صح الجميع بيناتهم ويوقع اسمه سلاسي لنصيحة انا ما نعرض نصيحة واشد هذا ما عنديش قانون موجود في الكتب ومش محتاج ان انا اقول لكم انتوا اساد يا كلكم انما اللي اقول لكم زي ما قال حسين بيه استاذي ونقيبي انذا جاء انصحكم وارشدكم كاولاد ايه او زملاء وادا شامل بالزاد لابد المؤكل تاخد منه المستند اي مستند توكير عام وخاصة الصلاة الامانة لان معظم الصلاة الامانة ممكن بيكون مصورة المحامل ياخد المستند ويحرر المحضر وبعد ان يحرر المحضر تنزل جنحة ممكن يجي المواكل له لا انا معطيتش المحامل هذا المستند هو بيشتغلت حاجة تانية وبعد ان تبص المفاجأ المحامل احنا حاليا عندنا في الجيزة اربع مشاكل بهذه الطريقة واساس الكوار منهم على سبيل المكتب فيه اربع اربع اساس المحامل الكوار مقدمين للمحاكمة انتحقات احنا عاملنهم الاعلانات وللأسف لم يأفضوا بالنصيحة رغب ان انا كاتب الاعلانات وزمائلنا بتقوى على الجيزة واكيد ده ممتوح اصلاحات محاملين الجيزة بتشوفه ارشدات فاجة الدفاع والحريات من خبط المحاملين كمان التوكيد لابد ان التوكيد تصور صورة واتماضية العقل عندما تنهي مهمتك وخلصت المهمة بتاعتك مثل القضية او كسبت القضية او كسبت اي مكان بتسلم المؤكد بتاعك المستندات وتخليه قر اقترار خاص مستقل او على جهر المستند صورة منه خر انا افراد فلاني انني استلم اصل هذه المستندات من الاستاذ فلاني وبذلك تكون زمته مبارد من اي مستند ليه عندنا برضو زبيل باضد متهم باقضايا تفديل واختلاص مستندات المعاني هو استاذ فاضل مقترم وانا اسس بيه وكل الناس يصير مواجه مقترم والاسس المشكلة اني عادي زوجته هم كانوا حبايا دامن الموكل فلو بدي بلاي احنا حبايا ويبوز ويحضن وبعدين هو ألد عداء المعامل الاسس يبقى موكله زي مقار المقهوم استاذ من النقيف فالله رحمه الله سنله وستهد خواجه وصدق طبيعات المعامل موكله لان هو بيعك فضل ان انت بتبتدسه تبقى فلوسه يعني ان هذا يبقى فيه بلسه بعد المخفص انت تكون حانيس منه واحدة نفسك ابن امتحنه هم اخات مستنداته يمضي ان انسانته استاذ يبقى حيته عن ايه جزخته كان مسامنا العسل من 2000 و13 خلص له القضايا ويسلم هاته طبعا عشان هو مقريبه هنكون في منع عدبي انا مش حاجة فيها منع تتلق المستندات وبعد يوم في 2012 2018 حدثت نزاعات مع اخته مع جزة اللي هو هدينه المستندات وسيل الضغط للأسف علشان يبتز الزميل المعاني ويخلوه تتنازع عن قيمة المنقلات وبعد اخوة فراح اعمله محرّبه المحضر انه اختلس المستندات ولم يسلياكم بتسليمه فما احنا قددين يا جماعة علناه وايمين من المواحدة اخذ اللي ما فيش تايله بره وحاليا لحد الان القضايا لم تنتهي بره فارجل محضراتكم فارجل محضراتكم تأخذوا هذه النصائح النصائح دي يعني يعني تمانع مين هو احنا منعلمنا وهو هم احنا يعني ولامسينا ولابد ان احنا نأخذ حضر يبقى احنا اول ما مع الموكل او ما يجري موكل محتمي مطليق يجيب التوكيل ان التوكيل دي جنفولي لان ابتشفنا كثيرا من الموكلين بزور التوكيلات وبعد المستندات وتبنى حبس كثيرا من الاسابة المحامية بحسنين هو هيأخذ كل المستند وآآ يجي ان الخارجية احتاجت شوية احتصت بالاموال لعنا بتيجي الاموال لعنا بتياخد طب ما انت مضي هذا المستند يبقى احنا اقول لابد ان احنا نمضي اسناء ما بيستنين واسناء ما بايه بني وسلم لحش تنبه ممين جديد فعلى خطة بقى عرضينا فعلى زولة المحامية كنا ممزدت انا عن نفسي وانا عندي تسعة وخمسين سنة مشهور مزدت لو دخلت قاعد او استراحة المحامية ووجدت ما نقفر مني سنة ولو اني جالس فورا وقدي له كورس واحترم بعدين بنفنها خشت في الاستراحات كانت زمان سنة حتى المحامية دي كانت مصار للمناقشة مش عارفة انا كلنا تعلمنا لا خابة من استشاع رب العزة كانت سنة محمد وشاورهم في الام مش عارفة ان انا سنشيت زمير عندي مسألة قانونية صعبة بدل ما انا افاجأ ان انا يعني ان اخذت في مشكلة او او تحالفة او ازمي لازم يجعلها على استراحات المحامية اشوفش يقول محامينه كبار واعرض عليه مسألة قانونية استفيد منه ويفديه كانت الاستراحات هي كانت المقار اللي انا ما شايف سواء كان في محكم الجنوب قبل ما هو او في الاستراحة الكتكات لابد ان انا اشوف سبيب المحامي الكبير واتعلم منه ازاي حل المشكلة او ازاي او اوصل الحل فيها مش حيل بس لابد من اول واحنا اصلاح في المحامين ان انا نشوف المنزل كده بروحها للسحافة الواجهة حتى في مطور لو جي محامي مستاذ كبير وفتع يعني وقت مستقال اجل بعد المحامين الشباب ممكن يتعذيونا على مستاذ الكبير والله يا موضوع تتبع استوى الدافة للأسف زميل شاب صغير مدور اولادك مرحب بيه يزيد سيناعكم سيساك عشان كو امام الموصفين شوفوا الكبسة ولتبجح على زميلو وكاذب ان اشترك الميلو بعد مستاذك العالم انفعش بك لابد ان احنا استغيب الكبير منهة المحامات لا تفقى ولا تقوى الا بالتكالف والتضامن وده اللي انا بقول مثل كده اللقابة اللقابة دي دور منافس لكن احنا منظرنا وصلوبنا لابد ان يكون اماما اللقابة هتولي قاضي او بنعطي الاستخاب مع باقينا يا حسين هتولي يا محام عام محام عام يكون عنده معامل نيابة لابد ان يكون اسمه اللقابة اللقابة هتولي مدير ام او مأمور عنده ويقول له مثلا يا حسن فلان بيه كل دي غلطة تبناء عزبية خليبات وانا بناء حذب يعني بحذبكم وبنفع عليكم وبنصحكم زينيلك مش هنقصوا حاجة يا رسد استاذ فلاني الحسين وهو يقول له مش هاد كمين او نهزك مع بعضينا او ما يحدث من المحامين ان هو الوحيدة مع السبتين اتا او المحامية تبدأ يعني الهزار مع المواصف عندما يحدث ذلك بتنهار خياتنا بتنهار قيمتنا بتنهار هتولي السبتين يقدر يجلب يدخل على واحد مياه بعض اللقابة لما يستقدمه او يتكلم معاهم بطريقة مجدرة ايضا او يحفظ في المحكمة لا بد ان يكون احنا نحترف بعضينا امام الناس وخاصة الموظفين براهم انه عادا نشوفوا اي سيناد من يدخل والمحامي العام يدخل كل السادة اعضاء الناده كلهم يأمونوا احترافا لكن ايه احنا الاسب انه عادا ما بيش سبير ما بيش كبير الولوك تسعة وحوصين سنة ولو جد في احد السموناع الكبار بقوله ده يجب وبنبع على ولادي بقوله كده اوعى اعزام للنسان سورة ابن البيئة فاحنا لابد لابد عشان نبدع زي ما كانت الميهنة قوية وكان يعمل لها احد السمونا بحبنا وتكاتفنا مع راقين لابد ان يكون هناك تضامن وتعامن اي سبيد فيه في اي محكمة معا مشكلة نسموه مش عشان انا نعرضوش يا سيدي لا اروح ولو على حق على غير حق احللو مشكلة برضي الدون انفعاد عشان ممكن مشكلة بزين اشوف زي ميني احنا كمعاميين يعني الولا والآذر مواصر معاك اساس مرضيش شديد مع فركاز مرضيش اصبعت على الاضي اتعامل معاك بطريقة غير لأيخ في ولو رئيس انا اروح لرئيس الاب الاول ثم اذهب رئيس الاب محدش اطلع رئيس المحكمة هيديه الى الجادة حتى عندك ويعتززك اما اقول ان انا اخش اتعال في شكلة لا انت معانا لو مزكك من الجاكت او اشار الانت كده كده ما ام لا فيه هراء والألم الموافصة دخل معاك في شكلة مخش معاك في جدار فيه حاجة اسم هراء والألم استاذ لقوني هراء والألم بيديم نتيجة المليون في المين لو مجدكش حق في رئيس الالم عندك رئيس المحكمة كذلك النيابة في معاون نيابة صغيرة مش فاهم لان هو المعاون نيابة الصغيرة لان يبقى يعني شايف موصول زي الضابط الصغير وبرضو بنصحكم عدم التعاون مع الضباط الصغير في الإساء عندك المعمور نادي المعمور تحس المشكلة لك مكلمش خط لان هو سعادة بقى هو حس ان هو ملك الكون ما تدوش تخص عمل مشكلة اجهد اجهد المعمور معاون نباحة الصغيرة ما تكلمش معاون نباحة الصغيرة في رئيس الباحث لان هو بقى كبيد فاهم يعني محنن يعني هيعكسه يعني محنن مش احدد له مشكلته لان هده في مفتش وراه في رئيس مطاح في ناقب مدير امن مدير امن وهم يعني بيحزبوه يعني انا ببقى خش حل نشاجر كتير لذلك المعمير نخش الضابط افضح او الانين افضح فايحنا ننتزل بالطبق القانونية السليمة احنا محمير قوتنا قوتنا بايه بقى ان الورا والألم رجح الورا والألم والجح الوسيلة الطائرة مش بالكناة والتشارة يبقى ده برضو من ضمن النصائق عند دخلك الاسم لابد ان تدخل اسمه انت لابس ازي راسم عشان اللي واعرف على البقى مقولكش انت مين وغيرت فين وكلام بك دخل الاسم بعمل محن ما استجبش يبقى في مأمور ناقب مأمور ما كانش كده في نيابة عامة الانطرف امتنعوا عن تعريض محن في نقابة اعضاء مجالس النقابة هو ده دورهم اللجان دورها سواء اللجان نقابية او لجنة الدفاع على عميل الحريات موجودة يعني احنا بنتدخلش على حد الساعة ثلاثة الساعة اربعة الساعة خمسة اي حد بيتصف بنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما بيتلش تلفون وانو حتى لو ما روحتش معك ممكن بالتلفون بنحلها ليه بقى من العلاقات الطيبة العلاقات الطيبة اللي بنيها مع السادة رؤساء المحاكم او السادة رؤساء النيابات او السادة المأمير او السادة المفرشين مباحث او مديرهم بيبغز معنين بمشكلة بتحلوا بتحلوا بالراحة دون انفعال ودون ضجيب فارضي من حضراتكم النصاحة اللي بديها لكم احنا قلنا القانون اارضي من حضراتكم من تسعة واربعين لداتة وسبعين توروها تاني اللهم اني بلغت تسعة واربعين لداتة وسبعين نقراهم كويس نحفظهم لانك انت عشان كطر ان حدي ديك حق انت كمان قدي الحق اللي عليك الواجب اللي عليك انا بس بجل كده فامرول الكرام فليهم من اول واخيرا تاني ونبى قدام السادسة الكبار السيد حسين واسمعين السيد الرسمي المحامي يحترم نفسه الاول قبل ما حد لماغزة يحاول المساز بيه ايه المشكلة اني انا حتى لو هلبس قميس عليك رفدت ايه المشكلة يعني هد لزابط هد لقاضي هد لواكين نيابا بيضخوا القطة بالتحقيق او قاعد على المنصة دون ان يكون مرتدي البادلة بتاعته مش معنا احنا المحامين يعني فدي مهمة جدا مرفوزة مهمة جدا في مشاكل المحامين عشان ننحق جلنا فيه كذا طريق فيه اعضاء النقاضات فيه لجاية النقامية دول هما خير سند وعمل ليكم وما احنا بيجيب الاعضاء وبننتخبهم وبيضحوا وقتهم علشان خدمة السادات المحامين وانا يعني بشكركم على حسن المستماع ومش عاستيه لانه خير الكلام حبكم لبعضيكم اول حاجة لازم لحب بعضينا ونتضمن مع بعضينا دي اهم حاجة دي قوة المحامين في وحدتهم وارغتهم المقوية اهم حاجة ليا جماعة وانا طبعا اشكركم شكرا جزيلا واجملنا وانا تليفوني مكتوب في جميع المقرات بتاعة شمال وجنوب الجيزة اي حد في اي وقت في اي مشكلة بتغسيبهم الفضل سأكون خادم لكم وعونا لكم وشكرا السلام عليكم وبركاته